غض البصر يزكي النفس ويطهرها قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج وغض البصر يكسب القلب نور البصيرة فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه وهو يكسب المؤمن صحة الفراسة قال تعالى بعد إهلاك قوم لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة وغض البصر سبب لإشراق الوجه وبهائه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق وغض البصر يورث القلب قوة وثبات وشجاعة ويورث حب الله تعالى للعبد وبغض البصر يشيع الأمن في المجتمع إذ تمشي النساء في الطرقات مطمئنات لا يرفع إليهن أحد عينه فضلا عن أن يتحرش بهن وهو سبب للألفة بين الزوجين فالذي يغض بصره عن الحرام يكتفي بزوجته ويحسن معاشرتها ويراها أجمل النساء في عينه فمن ترك لدة النظرة المحرمة خوفا من الله عوضه الله حلاوة الإيمان في قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه